الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الرحمة المهدى محمد بن عبد الله عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وتم التسليم ثم أما بعد مرحبا بكم أبنائي وبناتي مرحبا وأهلا وسهلا بكم جميعا في درس جديد من دروس مادة القرآن الكريم والدراسات الإسلامية واليوم سنبدأ في وحدة جديدة وفي درس في غاية الأهمية وقبل أن نتعرف على عنوان درسنا لهذا اليوم دعونا يا أبنائي نضرب هذا المثال ونضع هذه القصة أمامنا لننظر ما العمل شخص خرج في رحلة برية ثم أنه تاه في البر تاه في الصحراء وأوشك على الموت والهلاك انقطع الماء وانقطع الأكل ثم أنه وجد ميته تعلمون أننا أخذنا بارك الله فيكم الميتة ليس كذلك ما الميتة؟ أحسنتم هو الحيوان الذي لم يذكى الذكاة الشرعية وجد ميتة فهل يجوز أن يأكل من هذه الميتة؟ أنتم تعلمون وأخذنا يا أبنائي أن نأكل الميتة ماذا؟ أحسنتم محرم طيب هذا الإنسان الذي أوشك على الموت وعلى الهلاك هل يجوز أن يأكل من هذه الميتة؟ أم نقول له لا لا يجوز فأكلوا الميتة حرام ما هو الحكم الشرعي؟ وماذا يفعل هذا المضطر؟ أيضا شخص آخر يتداوى وهو مريض ويريد أن يتداوى ويتعالج ويعلم أن العلاج من الأسباب والله سبحانه وتعالى هو الشافي هل نقول له تداوى؟ طيب ما هي شرط التداوي أيضا؟ هل هناك شرط التداوي؟ وهل يجوز التداوي بأي شيء؟ إذن هذه أسئلة وأمثلة أضعها بين أيديكم وسنأتي بإذن الله سبحانه وتعالى على الإجابة عليها إذن اليوم سوف نتحدث أبنائي وبناتي عن أحكام المضطر وحكم التداوي لكن قبل أن نبدأ دعونا نسترجع الشيء مما أخذناه في الدرس السابق ذكرنا في الدرس السابق قلنا من آداب الطعام غسل اليدين قبل الأكل وبعده وكذلك التسمية قبل الأكل والأكل مما يليني والأكل باليد اليمنى وقلنا أيضا أنه هناك يا أبنائي أمور ليست من آداب الطعام كالنفخ في الإناء أو التنفس فيه وكذلك الشرب أو الأكل قائما والإكثار من الأكل وذكرنا مما ذكرنا أبنائي في الدرس السابق وقلنا أنه يسن لشارب الماء ألا يشربه دفعة واحدة بل يتنفس أثناء شربه ثلاث مرات متى وأين؟ خارج الإناء ننتبه خارج الإناء وذلك بأن يشرب ثم يبعد الإناء عن فيه ثم الثانية ثم الثالثة وهكذا حتى ينتهي أبنائي وبناتي إذن بارك الله فيكم ونفع الله بكم الآن يا أيها الرائعون والرائعات ننطلق مستعينين بالله عز وجل ومتوكلين عليه وهذا هو رابط الدرس الرقمي لمن أراد أن يتابعنا من خلاله نأتي للأهداف أن نتعرف على حكم أكل المضطر للمحرم وكذلك أن نتعرف على حكم الاضطرار إلى أكل طعام الغير نعم هل يجوز أن يأكل الإنسان طعام غيره دون استئذانه؟ طيب ما حكم ذلك؟ طيب ما حكم المضطر لهذا؟ وما شروط ذلك المضطر؟ جميل جميل ما شاء الله أيضا أن نتعرف على التداوي وأيضا نعرف حكم التداوي نعرف حكم التداوي إذن أبنائي هذه هي أهداف درسنا لهذا اليوم هل أنتم على استعداد؟ تجهزتم وأحضرتم الكتب والأقلام؟ ممتاز ممتاز إذن دعونا نستعين بالله سبحانه وتعالى ونتوكل عليه كل همة وجد ونشاط ونبدأ في درسنا لهذا اليوم ونقول أحكام المضطر ابتدان يا أبنائي ما معنى المضطر؟ أحسنتم هو الشخص الذي وقع في حاجة شديدة ملحة بمعنى أنه قد يموت إذا لم يفعل هذا الأمر مثلا على سبيل المثال كما ذكرنا في بداية درسنا شخص خرج إلى البر في رحلة ثم تاه في الصحراء وأوشك على الموت هل يجوز له أن يأكل من الحرام من هذه الميتة مثلا؟ وما المقدار الذي يأكل من هذه الميتة؟ هل يأكل منها حتى يشبع أو ماذا؟ أحسنتم إذن من اضطر إلى محرم بأن خاف على نفسه المرض أو الموت إن لم يأكل منه واجب عليه أن يأكل ونسكت هناك تكملة ما هي التكملة أبنائي؟ أحسنتم بقدر ما يذهب عنه الضرر نعم بقدر الحاجة ويأمن معه من الموت إذن يأكل بقدر حاجته بالقدر اليسير الذي يبقيه على قيد الحياة بالقدر اليسير الذي يأمن معه من الضرر وليس له لاحظوا وليس له أن يأكل منه حتى يشبع أرأيتم يا أبنائي؟ طيب ما الدليل على ذلك؟ الدليل في قوله سبحانه وتعالى وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ إذن المحرم محرم ليس كذلك؟ ولا يجوز أن يأكله الإنسان لكن المضطر له حكم ماذا؟ له حكم خاص أحسنتم له حكم خاص يجوز له أن يأكل منه حتى يشبع طيب تقولون لا إذن ما الإجابة الكاملة؟ أحسنتم بقدر الحاجة ممتاز بارك الله فيكم أبنائي وبناتي طيب نشاط شارك في الحوار مع معلمك وزملائك حول الحكمة من إباحة التناول المحرم عند الضرورة واكتب خلاصة ذلك نعم أبنائي وبناتي في هذا النشاط أيها الرائعون والرائعات أبنائي في المدارس مع المعلمين وبناتي في المدارس مع المعلمات شاركوا في هذا الحوار واكتبوا الخلاصة أيها الرائعون والرائعات طيب نكمل بعد ذلك أبنائي وبناتي أن نتحدث عن الاضطرار إلى طعام الآخرين أسألكم أبنائي هل يجوز الإنسان أن يأكل من طعام الآخرين دون إذنهم؟ أن يأخذ من طعامهم ويأكل دون إذنهم؟ أحسنتم تقولون لا يجوز طيب ما حكم من اضطر إلى ذلك؟ وما هي الشروط؟ جميل رائع دعونا نتعرف سويا على الإجابة نقول يا أبناء الأصل لاحظوا كلمة الأصل نضع تحتها ثلاث خطوط خطوط الأصل في مال المسلم من ملبس ومطعم ماذا؟ أنه ملك له لا يجوز لأحد من الناس أبدا أن يأخذ منه شيئا إلا بماذا؟ إلا برضاه هذا الأصل طبيعة الحال يأتي شخص ويستأذن هل ممكن أن أأخذ منك مثلا هذا اللبس أستعيره منك؟ أو هذا الطعام أريد أن أأكل منه؟ فيأذن له الشخص غير ذلك هذا هو الأصل طيب المضطر المضطر الآن قلنا أن المضطر له أحكام خاصة أليس كذلك؟ جميل دعونا نكمل ولكن قد يقع المسلم في ضرورة لاحظوا في ضرورة يحتاج معها أن يأكل من طعام غيره ففي هذه الحالة ماذا؟ ما الحكم يا أبنائي؟ يجوز له أن يأكل منه ولو لم يأذن له إذن هذا المضطر طيب حتى المضطر هناك شروط طيب ما هي هذه الشروط؟ دعونا نتعرف عليها سويا أول شرط أن لا يكون صاحب الطعام مضطرا إليه رأيته؟ يعني صاحب الطعام مضطر أيضا لهذا الطعام فكيف تأخذ منه؟ وتأكل وهو صاحب الطعام مضطر إلى هذا الطعام هذا الشرط ماذا؟ هذا الشرط الأول الشرط الثاني أحسنتم أن يأكل منه بقدر حاجته تماما كما ذكرنا في المسألة الأولى يأكل منه بقدر الحاجة ولا يأكل حتى يشبع ويملأ بطن لا يأكل منه بقدر الحاجة التي تبقيه على قيد الحياة ويأمن فيها مما يخاف وانتبهوا يا أبنائي للشرط الثالث أن يعوض صاحب الطعام متى تيسر له ذلك؟ طيب أبنائي ما الذي يجب على مالك الطعام؟ رأى شخصا مضطرا أحسنتم يجب عليه أن يطعم المضطر إنقاذا لحياته وأن يبادل لذلك ولا يقول لا هذا طعامي وأنا لن أعطيه طيب ننتقل بعد ذلك للتداوي ما معنى التداوي أبنائي؟ من نجيب قبل أن نقرأ؟ ما معنى التداوي؟ جيد هذا تعريف من يذكر لنا أيضا؟ ممتاز إذن أبنائي التداوي هو طلب العلاج من الأمراض التي تصيب الإنسان أو الحيوان بالأدوية الحسية أو المعنوية وسنأتي على بياني بعض الأمذل الأدوية الحسية والمعنوية طيب ما حكم التداوي؟ هل الجزء الإنساني يتداوى؟ نعم لا شك جائز التداوي جائز وهو من فعل الأسباب المأمور بها ولا ينافي التوكل على الله لماذا؟ أحسنتم لأن الله سبحانه وتعالى هو الشافي والله أمرنا والقرآن أيضا والله سبحانه وتعالى أمرنا والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك أمرنا يا أبنائي بماذا؟ بفعل الأسباب ولا ينافي التوكل على الله لمن اعتقد أن السبب نافع بإذن الله وتقديره والدليل على ذلك عن أسامة بن شريك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تداووا فإن الله عز وجل لم يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد وهو الهرم طيب ما شروط التداوي أبنائي؟ أحسنتم شروط جواز التداوي أن يعتقد أن الدواء مجرد سبب نعم وأن الله سبحانه وتعالى بيده الشفاء سبحانه وأن يعتقد اعتقادا جازما أن الشافي من جميع الأمراض هو الله تعالى قال جل وعلا وإذا مردته فهو يشفين الشرط الثالث أن يكون الدواء مباحا فلا يجوز التداوي بالمحرم لاحظوا ما الدليل؟ أحسنتم لقول النبي صلى الله عليه وسلم قلوا عليه الصلاة والسلام اللهم صلي وسلم على نبينا محمد لقوله صلى الله عليه وسلم وَلَا تَتَدَاوَوْ بِحَرَامِ طيب إذن شروط جواز التداوي أن يعتقد أن الدواء مجرد سبب وأن يعتقد اعتقادا جازما أن الشافي من جميع الأمراض هو الله تعالى قال جل وعلا وإذا مردته فهو يشفين وأن يكون الدواء مباحا ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وَلَا تَتَدَاوُ بِحَرَامِ طيب ننتقل بعد ذلك أبنائي وبناتي للطب النبوي والتداوي في السنة النبوية هناك العديد يا أبنائي من الأحاديث النبوية الشريفة التي جاءت في ذكر بعض الأمور الطبية إذن كثرة الأحاديث النبوية التي تصف بعض الأدوية لبعض الأدواء سواء من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من أفعاله وقد حرص العلماء على جمع هذه الأحاديث في كتب الحديث والجوامع ومن أهمها كتاب الطب في صحيح البخاري وكتاب الطب النبوي للإمام ابن قيم الجوزية وكذلك كتاب الطب النبوي لأبي نعيم الأصبهاني نريد أن نذكر بعض الأمثلة على ذلك من أمثلة ذلك أبنائي وبناتي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام والمراد بالسام ماذا؟ أحسنتم الموت وكذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم علي النبي صلى الله قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عكل فأسلموا فاجتوا المدينة فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها ففعلوا فصحوا وأيضا يا أبنائي من الأحاديث التي تدل على الطب النبوي سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن كسب الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه وقال إن أفضل ما تداويتم به الحجامة أو هو من أمثل دوائكم إذن لاحظوا أبنائي وبناتي هذه بعض الأمثلة على الطب النبوي بعض الأمثلة على الطب النبوي الثابتة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم العلاج بالرقية الشرعية تعلمون أبنائي وبناتي أنه من السنة أن يتداوى الإنسان بماذا؟ بالرقية الشرعية إذن نقول من السنة أن يعالج المرء نفسه بالرقية الشرعية أو يأذن لمن يعالجه بها سواء كان ذلك من الأمراض البدنية أو الحسية أو من الأمراض المعنوية إذن الرقية نافعة لكل هذه الأنواع يا أبنائي طيب ما حقيقة الرؤية؟ ما حقيقة الرقية الشرعية؟ ما حقيقة الرقية الشرعية؟ هي استعمال آيات من القرآن الكريم أو من الأدعية الثابتة في السنة في علاج المريض إما بطريق النفس المباشر مع القراءة أو بالقراءة في ماء ونحوه وسقيه للمريض أو غسله به ومما ورد في ذلك في الرقية بما يلي قراءة الفاتحة مرة أو ثلاث مرات وكذلك قراءة المعوذات الثلاثة الإخلاص والفلق والناس مرة أو ثلاث مرات وقول بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومشرك كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك كذلك ضع يدك اليمنى على الذي ضع يدك اليمنى على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر لاحظوا أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر ننتقل الآن للنشاط الثاني أكتب مع مجموعتك عن التداوي غير المشروع في الوقت الحاضر إذن يا أبنائي نريد أن نكتب عن التداوي غير المشروع في الوقت الحاضر بعض الصور المتعلقة بالتداوي المحرم غير المشروع ننتقل الآن أبنائي للتقويم وبه نختم درسنا لهذا اليوم ما حكم أكل المضطر للمحرم وما الدليل على ذلك السؤال الثاني دخلت متجرا لبيع المواد الغذائية وكنت جائعا فهل يجوز لك أن تأكل منه بدون علم صاحب المتجر أو انقل من الدرس العبارة التي تدل على ما تقول السؤال الثالث ما رأيك بالاعتقاد بأن مجرد تناول الدواء كاف في الشفاء من الأمراض السؤال الرابع مثل بمثال عن الطب النبوي مثل بمثال عن الطب النبوي إذن أبنائي وبناتي إلى هنا نكون قد وصلنا سويا لنهاية درسنا لهذا اليوم على أمل اللقاء بكم بحول الله عز وجل في درس آخر قريب دم دم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته